السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم إذا يقعب لنقر بخير إن عرضة بقى جاب لكم كده روتين جميل جدا من روتين اليوم زي ما انت شايفين كده الواحد يعني نزلت السوقت فارجعت البيت يعني اللهم اجرنا من عذاب النار يا رب فلاقيت الجو حر قوي فأول ما دخلت طبعا دخلت على التكيف شغلت وقعدت بنتي يعني تفرج على التلفزيون شوية فأخدت استروحة كده وعملت لي كوباية قاوة حسنا صحصا فيها خصوصا من النهاردة ان شاء الله ناوي عن النهارش فقلت برضو بدينا رفع كله فأحبيت انه يستفرحها من شوية جهزة بحيث انه يقاتي من السعر على اللي هما بيتفرج عليه بعد ما خلصت الكلمة كله طبعا دخلنا بقى على المطبخ عشان نحضر بقى ايه الواجب اللي عنينا النهاردة طبعا نهاردة احضر معكو بقينا اول حاجة بفضل الفكهة بالشكل دوك طبعا الفكهة بالصيف بتبقى جميلة جدا وفي اكتر من نوع وطبعا اكتر حاجة بحيب بجيبها بالفكهة او بالصفقة يعني عموما بيبقى عبارة عن البطيخ او الشميم طبعا هم اولاد هنا كانوا طلبين نفسهم يعني يجربوا البطيخ الاصفر فالصراحة باباهم جابهولهم وهنا بفضلت الحاجة بابدأ بقى انا اعمل معاكم المحشي زي ما انت شايفين كده اورت هنا البتنجان والكوسة والفلفل وهبدأ باقي ان انا اخسلهم ومسكت هنا ورق العناب هنا بعد ما سلقت وخسلت اهم حاجة وشلت منه العيدان اللي هي فيه وخسلت الخضرة وخرطتها واهم حاجة ان انا مرميش للخضرة اللي هي فايدة منها وهنا فرمت بصلتين ونعمتهم وهنا تأوير الكوسة طبعا تأوير الكوسة مع بقية الخضرة دولك احطوهم بقى على الحلة عشان اتجنب اي شيطان في الحلة ونحس ان الحاجة الحلة ما تشتش منك لو انت عامل يعني الاعداء قليل او حاجة زي كده ننقل بقى على ايه على التقليل طبعا التقليل زي ما انتو شايفينها كده بدأت اللي هي تستبك معنا طبعا انا مقال ليه هنا بسام نو وزيت وبصل وحط حاجة بسيطة كده معلقة او معلقة صغيرة من التون مع التقليل يعني وبيضفتي هنا التماطم وطبعا الملح والسبع بهارات والشطاء والفابريكة والارفا هنجي هنا نسمي الله ونبدأ بقى هنا هنعمل وراء العنب ونلفه ازاي طبعا كنت منازلة فيجي قبل كده اللي هو ازاي تلف وراء العنب بالكيس طبعا طريقة سهلة جدا وسيطة بس هنا الهداية دي في الموضوع ان هنا الورقاية كانت كبيرة زيادة عن الجزوم وكمان كانت الورقاية خشنة يعني لقيت الورق هنا متنوع معي بحيث ان في ورق طخين وكبير بالشكل دوك وفي ورق يعني تحيث ان هو ناعم وصغير فهو ده اللي كان احسن يعني بحاول ان انا ايه باجيب هنا الجنبين ويبدأ ان انا اتنيها مرة وبعد كده بدوس على الكيس وبسحبه بالطريقة ديك وبيتلف معي بكل سهولة او زي ما انتم شايفين كده طبعا هنا ما كانش ملفوف حلوة علشان الورقاية هنا كانت كبيرة معايا وغريضة اه فهبدأ باعي ان انا اجرب معاكم ورقة تانية بيكون يعني حاجمها متبسط بالشكل دوك ويبدأ احط هنا معلقة من الرز ويبدأ ان انا او زي ما ان شايفين كده بقفل بين الجنبين وبقفل هنا مرة وبعد كده بنزل علي الكيس وبجر بالشكل دوك ويبقى معاك بكل سهولة اه زي ما انتم ما بشوفيه كده او زي ما ما كان بتلفه اهو ما شاء الله الله مبارك يعني كانت سهلة جدا الطريقة ديك وليميلة جدا او زي ما شايفين كده انا كنت مدهقة جدا لان الورق كان اه غليط بالشكل ده بس الحمد لله انا حاولت ان انا يعني ايه اقطع الورق مصين وان انا اصغر شوية اللفة بتاعته بحيث انه الصبوع ما يبقاش غليط وبنفس الوقت مبقاش كله ورق اه بكل سهولة بتشدي بس بتسحب الكيس ويتلف معاك اهو الشكل دوك يا رب يكلون الطريقة دي عجبكو وممكن ان انت تعمليها كمان اه بكيس اللفة البيرس او لفة ازازة الحاجات الساقعة بيبقى فيها كيس كده هو داك اللي بتلف بيه هنا زي من شايفين كده طبعا آآ لفة الحلة وببدأ ان انا اقطع لموانتينش كده شرايح وبطيف مغرفتين من الاستلصة وببدأ ازقيه بالشربة بالشكل دوك وبولع عليه بوتاكاز واسيبه لحد ما يستوي قبل معاك بالشكل دا اللهم مبارك يعني الطعم جميل وشكل وحاجة اللهم مبارك يعني حاجة كويسة او زي من شايفين كده بدأت بانا انا هعمل المحش المشكل بس يفتر في بالي ان انا اعمله على عالم فلسطين اللهم نصرهم على اعداء الدين يا رب العالمين وطبعا هنا الفرخة مشوية بقى جات يعني بقى الجهزة وجبتها يعني مشاء الله اللهم مبارك انا جبتها مشوية عادي مش عالفاحم هزا اقول لكم ان انا حبيت التدبلة بتايتها فعشان كده ويقرنتها بسعر اللي انا باجيبها واعملها فقولت الافضل ان هي تبقى جهزة زي من شايفين كده طبعا الحر بيحب الفكعة البطيخ الشمام الحاجات دي يعني ايه بتبقى حاجات طريقة بالحر وهنا طبعا اتبطيخ الصفرة زي من شايفين كده انا كنت متخيلة ان هي طعماية مثل الاناناس او اا يدي الطعم المنجى اكتر لان هي صفرة فالصراحة يعني هي مش حلوة اوي هديها ستة من عشرة لان هي طعمها فيها سن السكر يعني مدية على مية بسكر لكنك بتاكل يعني مية بسكر يعني مش اللي هي طعمها برضو اا مدية يعني طعم من الاناس او راحة البطيخ والكلام ده كله لا انا حاسة ان انا باكل مية بسكر يعني مش اللي طعم اللي هو فعاز اقول لكم ان هو مش احسن حاجة الاحسن او الافضل اللي هو البطيخ الاحمر اا جميل جدا وله طعم برضو مميز لي وعاز اقول لكم ان هي معجبتنيش اهي برضو ايه يعني اولادك من اول مرة يجربوها فحبوها بس ما كانش افضل حاجة ايه ربي باكون عجبكم فاجئة النهاردة شجعوني باب لايك واشتراك وتفعيل الجرس وما تنسوش تكتبوا ريكومنت او تعليق جميل منكم تشجيعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة